أكدت مصر والسعودية أن الأمن العربي كل لا يتجزأ كما أكدها لأهمية العمل العربي المشترك وتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي وخلال استقباله لنظيره فيصل بن الفرحان السعودي لعقد اجتماع للجنة المتابعة وتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية أعرب شكري عن تضامن مصر مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنية مؤكدا رفض مصر لأي اعتداءات على الأراضي السعودية وفي سياق الأوضاع في ليبيا شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيه مؤكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري كما أكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد